السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاح حامد وبهالفيديو راح نحكي لكم عن الروت وايش اهم ميزاته وايش لازم تعرف عنه بشكل عام اولا خلينا نعرف لكم الروت وايش بالزبط بعمل في جهازك الان على ايه جهاز عادي انت كيوزر كمستخدم للجهاز بتكون مستخدم طبيعي بمعنى اخر انه انت مع انه الاندرويد قدراته جدا مفتوحة لانك تغير كتير شغلات بالنظام ولكن في امور بتكون محدودة فقط للأدمنستر اللي على الجهاز بمعنى اخر انت كمستخدم طبيعي في امور وحدود معينة ما اليك صلاحيات انك تغيرها الروت بيعطيك هاي الصلاحيات بحيث انك بامكانك تغير حرفيا كل اشي بالنظام متعدل على اي اشي بدكية من ملفات النظام من التطبيقات من كل اشي موجود في نظام التشغيل بامكانك انك تغيره ومعلومة سريعة انه الروت نهائيا ما بيساوي جيل بريك جيل بريك بالايفونز او بنظام الايواز بشكل عام على التابلت والتليفونات اللي من ابل اشي مختلف كليا فهناك الفكرة بالموضوع انه بيسمحلك انك تنزل تطبيقات بتكون مش من الايتونز ستور ومش من متجر تطبيقات الخاص في ابل وهي التطبيقات بتسمحلك انك تعمل امور زيادة عن النظام لانه بيكون او بتتوصل لصلاحيات معينة كل التطبيقات الموجودة على الايتونز ستور ما بتكون عندها صلاحيات انها توصلها فعلشان هيك مستخدمين ابل بيعملوا الجيل بريك علشان يقدروا يحصلوا على هاي التطبيقات اما كنفس الاندرويد نهائيا مش قريب بحيث انه اندرويد اشي مطلق جدا انك تعمل روت بحيث انه اليك صلاحيات فعليا غير منتهية بكل معنى الكلمة فبتقدر انت تعدل على كل اشي في الجهاز الان بشكل عام بعض الميزات اللي موجودة حاليا في اجهزتنا الاندرويد كانت بالاول فقط تقدر تحصل عليها اذا كنت عامل روت للجهاز مثل على سبيل المثال التيذرينج اللي هو انك تشير او تشارك اتصال الانترنت الخاص بتليفونك مع تليفون ثاني او مع كمبيوتر او مع اي جهاز ثاني هاي الميزة كانت في الزمنات موجودة فقط للاجهزة اللي معمول عليها روت ما بتقدر تعملها من الجهاز نفسه ولكن هيصار تميزة من نظام الاندرويد ميزة اخرى على سبيل المثال انك تقدر تأخذ سكرينشوت للجهاز انك تلطقت صورة للشاشة هاي ايضا كانت ميز بتطلب روت ايضا من المزايا اللي كانت تطلب روت انك تنقل التطبيقات اللي نازل على الجهاز من الذاكرة الداخلية لهذا ذاكرة الاس دي كارد او الذاكرة الخارجية اللي انت بتكون حطها الجهاز الان خلينا نحكي ايش فيه شغلات بتكسبها وايش فيه عندك شغلات بتصير بتقدر تعملها لما تعمل روت الان اول واحدة وهي ميزة كبيرة جدا اللي هي موضوع الكوستوم رامز او الرومات المطبوخة هاي الرومات المطبوخة بتسمح لك انك تغير في نظام التشغيل وتغيره كله انك تشيل كل نظام التشغيل الموجود على الجهاز وتنزل عليه نظام تشغيل مختلف فهذا الاشي بفيد كتير للاجهزة خصوصا القديمة لانه الشركات ما بيضلوا يحدثوا معظم اجهزتهم ففي عنا على سبيل المثال جهاز سامسونج جالكسي اس 2 خلينا نحكي او الاس 1 حتى بيمكانك انك تنزله اندرويد 4.4.4 مع انه مش متوفر التحديث تاعه من شركة سامسونج لانهم وقفوا اصلا عن تحديث الجهاز فبيمكانك انك تنزل روم مطبوخة ثانية بلاحدث اصدار موجود على اجهزة قديمة فاذا كان جهازك القديم صار بطيء شوي وصارت فيه مشاكل وصارت تغلب كثير في التعامل معه بامكانك بكل بساطة انك تغير كليا الروم الموجود عليه وتنزله روم ثاني الرومات المطبوخة ايضا الها ميزات اضافية كثيرة مثل موضوع الثيمات هاي ميزة فرجاتكم ايها لسبيل المثال في جهاز الوان بلس ون كانت مبنية في نفس الجهاز ولكن وان بلس ون اصلا نظامه هو عبارة عن روم مطبوخة اللي هي السي ام او السينا جماد هاي بامكانك انك تنزلها على اي جهاز بانك تنزل عليه سينا جماد او اي روم مطبوخة ثانية في رومات كثير مشهورة ومعروفة بامكانك انك تعمل هاي العملية عليها بكل سهولة ثاني ميزة اذا كنت عامل روت اللي هي قدرتك على الوفر كلاكينج شو يعني الان انت جهازك بيكون المعالج تاعه بيجي محدود لسرعة معينة يعني الشركة بتكون حطت عليه سرعة معينة ما بتقدر انك تطلع لا اعلى منها ولا انك تنزل اقل منها من رينج معين بيكونوا هم محطين لك اياه فبامكانك انت لما تعمل روت انك تزيد سرعة الجهاز من خلال انك تخلي المعالج يشتغل فوق طاقته فمثلا خلينا نحكي على سبيل المثال لو كان معالج جهازك سرعة 1.7 جيجا هيرتز بيمكانك انك ترفعها لتخليها 1.9 جيجا هيرتز بيمكانك انك تطفي كورين وتخلي كورين شغلات بيمكانك انك تعلي الفولتية الخاصة بالمعالج او تقللها وهذا الاشي في بعض الحالات ممكن يوفر لك بطارية اكثر ممكن انه يزيد لك سرعة الجهاز بشكل كبير وايضا ممكن انه يخرب لك المعالج بشكل كلي بحيث انك بتحمله زيادة عن طاقته خصوصا اذا بتلعب موضوع كهربة المعالج من ناحية الفولتية موضوع ثالث ومهم جدا ايضا اللي هو موضوع الريكوفري بحيث انه الروت فيه لهم تطبيقات على سبيل المثال في عندك التايتانيوم باكب وهو تطبيق بسمحلك انك تعمل باكب لكل اشي موجود على جهازك من تطبيقات من اعدادات من كل اشي حرفية موجود حتى الداتا تاعة الالعاب بحيث انه ما بدك تخسر تقدمك في لعبة معينة فايضا بيقدر يعملها باكب بشكل كلي بحيث انه لو انتقلت من جهاز لجهاز مباشرة تقدر تسترجع كل هاي المعلومات لجهازك الثاني بغض النظر عن نوعه بغض النظر عن ايش هو وهاي الميزات متقدمة بشكل كبير عن الامور اللي حاليا موجودة في الباكب سيستم الخاص بنظام الاندرويد رقم اربعة انه انت بما انك عامل روت فانت اليك صلاحيات انك تعدل مثل ما ذكرت سابقا كل ملفات نظام وحتى الخواصل الموجودة فيه فعلى سبيل المثال حاليا في ناس بيعملوا روت لاجهازتهم النوت 4 والاس 5 علشان يقدروا يضيفوا ميزات مش موجودة او اشي يعدلوا على ميزات موجودة اصلا في نظام التشغيل على سبيل المثال في هاي الاجهزة اللي ذكرتها الان في عندك خيار اللي هو الالترا باور سيفينج مود اللي بيقوم بتحديد قدرة المعالج بشكل كبير بالاضافة لقدرة الشاشة علشان يوفر بطارية بشكل كبير ولكن على نظام السامسونج او على النظام هاي الاجهزة اللي موجودة حاليا محدود انت نوعا ما لمجموعة معينة من التطبيقات برضو نفس الفكرة موجودة في موضوع انك تقسم الشاشة الى نصفين او يطعلك تطبيقين على الشاشة عدد التطبيقات اللي بتقدر تعمل فيها هاي الحركة محدود بيجي هذا الحكي من المصنع بيكون معمول هيك ومضبوطة على هاي الاعدادات الروت بيسمح لك انك تضيف كمية اكبر من التطبيقات لهاي الخيارات ان كان موضوع السبلت سكرين انك تشغل تطبيقها مع بعض او موضوع الالترا باور سيفينج مود بالاضافة لانه ايضا تقدر تلعب في خيارات اللي على الاسفن مثلا على سبيل المثال لما تطول الاسفن على جهاز الجالكسي ان كان نوت 4 او نوت 3 بطلع لك عدد من الخيارات اللي بيسمح لك انك تعملهم الروت بيسمح لك انك حتى هذول تعدل عليهم تضيف عليهم خيارات شيل منهم خيارات بامكانك حرفيا انك تلعب في كل شيء بالاضافة لانه بسمح لك الروت انك تشيل من تطبيقات النظام اللي انت ما بتحتاجها فبعض الاجهزة بيجي عليها عدد كبير جدا من التطبيقات اللي بتكون مالها داعي نهائيا وانت ما بتستخدمها بشكل شخصي فبس ما بتقدر تشيلهم الروت بيعطيك الصلاحية انك تمحي كل هاي التطبيقات بدون اي مشاكل رقم 5 هي التطبيقات الخاصة بالروت كثير هذا الاشي لما بتكون بتشوفه في متجر تطبيقات جوجل بحيث انه بتشوف تطبيقات بتكون للروت only devices الاجهزة اللي معمولها روت فقط بتكون تشتغل مع هاي التطبيقات وإيش الفكرة بالموضوع انه في عندك بعض التطبيقات بتسمح لك انك تعمل شغلات كثيرة مثل مثل ما ذكرت سابق الموضوع الباكب التايثينيون باكب على سبيل المثال في عندك امور ثانية مثل تسجيل الشاشة اللي هي انك تسجل الشاشة فيديو هذا الموضوع يعني بشكل مباشر ما بتقدر تعمله في الجهاز بدون ما تكون عام الروت ولكن هاي التطبيقات بتسمح لك انك تعمل هاي الأشياء أمر أساسي لازم تعرفه انه الروت بيعمل لك شغلتين في الجهاز أولا بيلغي لك الصلاحية الضمان بحيث انه لو جهازك بعدين هنشطب وانت ما عرفت تصلحه لو رحت فيه على الوكيل الوكيل مش راح يعترف بالجهاز بحيث انه معمول الروت والروت بيبين حتى لو شلته هي كمان معلوم انك تقدر تشيل الروت ولكن برضو بيبين انك كنت عام الروت لجهازك ثاني موضوع اللي هو موضوع الابديتس أو التحديثات الخاصة في الجهاز بحيث انه لو عملت روت على جهازك وما بدك تغير روم ده تظل على نفس الروم الخاصة بالجهاز لو اجا تطبيق جديد او لو اجا تحديث جديد لجهازك مش راح يوصلك التحديث التلقائي لانه جهازك معمول الروت الآن خليني احكي بموضوع اذا ما ذكرته انا متأكد راح تسألوني فوق 5000 مرة عنه اللي هو كيف بقدر اعمل روت الآن الموضوع معقد وبسيط بنفس الوقت كيف يعني؟ لانه كل شركة يعني اجهزة سامسونج اجهزة الجي اجهزة نكسس كل واحدة فيهم لها طريقة مختلفة بتستخدم برامج وتطبيقات مختلفة علشان تقدر تعمل روت لجهازك بالاضافة انه الملفات اللي بتحتاجها علشان تحدث مثلا نظام اذا بدك تحط روم مطبوخة مختلفة لازم يكون الملف اللي انت بتنزله خاص بموديل جهازك فمثلا الجالكسي نوت 4 في منه اكثر من موديل في عندك الان 910 اس في عندك سي في عندك الاف في عندك الاتش وفي اكثر من هيك كل واحد فيهم بتطلب ملف خاص فيه فاذا مثلا نزلت روم مطبوخة خاصة بجهاز النوت 4 الان 910 سي على الاتش الجهاز مش راح يشتغل راح يبلش اول ما تشغله راح تطلع لك علامة سامسونج بعدين مش راح يتغير وهذا الخطأ صار معي شخصيا كثير بالزمنات اول ما بلشت اجرب بهالموضوع وبإمكانك ايضا انك تشطب الجهاز كليا اذا ما كنت عارف شو بتسوي او ما كنت متأكد من اللي انت قاعد بتسويه مع انه اغلب الدليل اللي ممكن تلاقيه لانك تعمل روت الخاص في جهازك راح يكون خطوات بسيطة وسهلة جدا ولكن اذا مش متأكد من اللي انت بتعمله في احتمالية انك تشطب الجهاز كليا بشكل عام هذا كان كل اشي لهالفيديو هاي اول حلقة من سلسلة اندرويد 101 اللي بشرح فيها امور اساسية في اجهزة الاندرويد وفي مواضيع تكنولوجية بشكل عام ايش حابين تشوفوا بالفيديو الجاي من اندرويد 101 واكتبولي في التعليقات وراح اشرحها فيديو ان شاء الله قادم الان اذا حابين تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي في عنا هون روابط لكل هاي شغلات فيسبوك تويتر انستغرام و جوجل بلس بالاضافة لانه هون في عندك كبسة اشتراك بالقناة اشترك اذا مش مشترك فيها لانه بننزل محتوى فيديوهات اذا حاب تفرج على كمان فيديوهات ما تنسى تعمل لايك للفيديو اذا عجبك وشيروا مع اصدقائك اذا شفتم مفيد كما معكم صلاح حامد في امان الله